احساس كل الفريق الحقيقة بهذا الفوز وهل كنتم متوقعين في ظل ان دايما الزمالك بنتكلم زمالك عنده ازمات ازمات وان كنا بنتكلم في كرة القدم بس ده بينعكس يعني على النادي ده حقيقة فعلا او زي ما عمر قال في اول سيزن كانت كل التوقعات بتصبف مصلحة نادي الاتحاد والنادي الاهلي بساطة ان هم اكتر ناديين دعموا في لعب الكرة السلة كل نادي حوالي دعم بتلت اربع لعيبة نادي الزمالك اكتفى باللعب المحترف في اول سيزن كان فيه شوات اخفاقات كده يعني الفريق ما كانش يقوله متكامل بس الحمد لله رب العمين اول ما كنتش اوجستي جيه للمدير الفني الاسباني قدرنا نجمع بعض تاني ونتمرن كل كويس الحمد لله لحد ما سفرنا بتولة افراقيا وربنا قرمنا بيها ورجعنا الحمد لله بتولة الدوري وقال لحاجة والله نقدمها الجمهور نادي الزمالك في الزل طبعا الاوضاع الحالية ده باخد من كلامك بقى وروح لكابتن عمر كابتن عمر احنا نقدر نقول ان الفوز ده يرجع لايه هل هو يرجع لرغبة من اللاعبين هل هو استقرار اداري هل هو زي ما بقول يعني رغبة من اللاعبين